وأنا أتابع معك أستي سامر بموضوع اللي حضرتك عديت يعني كراءة لكيفية إعادة جدول الدين العام مكرنة مع خطة لازارد إذا فينا نبلش بالباور بونت اللي هو الخطة المقترحة من لازارد والشرح بهذه الخطة عم بتقول لا بأس بها يعني أو عم تعتبرها جريئة يعني جريئة لأنه في اعتراف يعني لأنه في اعتراف لأول مرة شو عم بصير كل الإشي نحن عم نحكي عنا من خمس ستة شهر اليوم عطرفوا فيها بس فيها أغلاط حتى الخطة طبعا لازار شو بيقول لك في شهرتين مميزين فيها أول شي بيقول لك نحن ما عنا معلومات كفاية طب هن معلوماتهم جاي من وين من الدولة بس ما هو هذه خطة كمان اللجنة الوزارية اللي هي عم تجتمع معه للوزارات يعني أول شي قروا أن نحن بعضهم لليوم بشهر أربعة عالفين وعشرين بعض الدولة ما عندها معطيات كافية تتفى من الوضع نحن عادين فيه بس هن عندهم معطيات ما هن يعادين عن هنين مشوركاء بهذا الخطة أو هذا التقرير أنا أقول لك شو بيقول الرابور الرابور طبع لازار بيقول نحن اليوم هي الرابور طبعنا بس هذا الرابور مش كافي لأنه نقصنا معلومات لأنه بس مصر في لبنان يعطينا المعلومات للطلبينة والأوضة للطلبينة على مصر في لبنان ساعتها في نقلكم مية بالمية هذا الخطة طبعا طالما ما وصلنا لهون هالخطة مش كاملة هي أولا ثانيا المعلومات الموجودة بالخطة نقصة أنا أحفرجيك هلا بعد شوين النقصة بلسنا نحن بأول مثلا بيقولك الدين العام تسعين مليار دولار طيب مزبوط الدين عام تسعين مليار دولار هذا بين الدين طبعا الدولة المزبوطي هل هنا 60 مليار دولار بالليرا الولي هل هنا سيئنات الخزينة واليورو بانز يرجعون 31 مليار دولار بالدولار Wild 20 مليار دولار يندي32 ميلون من لبنوكي هل هنا التراكم الفوائد هالين هل هنا께 مصر في وبنان مع رنو هو aux independent بس هوا مش phrase من الدولة هل هو عشرين مليار دولار دولار وين هل هنا وين أشرته هو إنت عندك الدين عام هو أصلا واحد من consistently ١١٠ مليار كبانك عالدولة بس نحنا بنعرف انه هو الدين طبع الدولة ككل اكتر من تسعين مليار يالني عم يحكوا عنه يعني مسئلك الخطة جريئة بس مش كافية وهنا اللي عم تلبوه بالآخة النص على آخره انه هاركت عا ستين مليار دولار من الودايع معناتها طير الودايع ازا قال الرئيس الدياب انه فوق ال الاثنين بالمئة بس يحتأثروا من الاثنين بالمئة هنا فوق الخمسمائة ألف فوق الخمسمائة ألف اذا عم تطير منهم هني كلهم بطلعوش اثنين وستين مليار فوق الخمسمائة ألف وانت عندك اثنين وستين مليار عجز عم بقوله لازار معناتها طيارت مية بالمية من من مسيات الناس معناتها انه منيح الشرع وهلأ الحشيشة لانه بين الخطة طبع مصر في لبنان وهي الخطة احنا عتازة نحن عتازة نحن عتازة كاكتصادية ولا عتازة نحن يعني ما شرعنا بالخير يعني بين خطة مصر في لبنان يعطونا الدولارات بالليرة وخطة لازار الله يعطيك العافي ما بقى في لبنان ففي خطة واننا 14 يحكي عنا الخطة واليوم اخر مرة بحكي عنا قد ما تعبت احكي عنا الخطة هتطبق هذه الخطة بتعتبر هيخذه فيها هتقار هذه خطة ان شاء الله لا انا بهنيون انه اول مرة اعترفه طيب اعترفه بس عم بتقوله حتى الارقام بعدها مبهمة يعني فيها وهاد بحد ذاتها كارثة تصور اذا مشوا بها الخطة بالارقام الحقيقية ونسير نحن عم قولوا في خطة يا جماعة وعو شوي وطبقوا الخطة اللي محكي لكم عنها هاش بقى الهاف مجرز هاف مجرز يعني بنعم من نص حلول نص حلول خلصنا من نص حلول سوري اذا انت مديني عشرة مليون دولار ومعك مليون دولار كيف سي اذا انت مديني مليون ومعك عشرة مليون ما في مشكلة اليوم عقول لك هي الدولة البلانية مديني ثلاثة وثمانية مليار دولار وما عندها رصيد تنجها ما عندها طريقة تدفعهن هيدا نت لص اوكي معناتها احنا واخيرا نعترفه انه الدولة مكسورة طيب مكسورة بس شو الحال شو الحال خلينا نفوت فيها الآن فإذا هنشوي نحكي بغوديا على الناس السلايد اللي بعدها يعني هيدا مش هفطول عليها كتير بس هيدا تفرجيك انه 2 بالمية من الوضاية هي فوق ال 500 الف ماتها بس الرئيس دي بيحكي انه يحافظ على 98 بالمية ماتها شو ما يعملو يحيقسير بال 2 بالمية اللي هيدا فوق ال 500 الف بس بالاسف هيدا ما بيكفر لانه هلأ من هيدا تفرجيك اللي بس هون شو رح يعملو لانه الهيركات عم بقوله سقط البعض عم بيقول اللي رح ينعمل انه هذه الاموال ممكن تجميدة يعني او اصحابه بيصيروا ياخدوها بلد لبناني او تجميدة على مدى 6 الى 7 سنوات بسفر فايدة طيب وشو عملنا اول شي خيانا في بلدين عم تيخد من العالم فويد بتاعتبار ايه بس انا في اخد مصرياتي محاجز تيلي ايهن خيانا نرجع الاورش بس عملت هيك شو هي اي مشكة من مشاكل الدولة حليتها حلت مشكة لبنوكي ما حلت مشكة الدولة الدولة مشكتها هي الدان العام الدولة مشكتها هي الميزانية تباعية اللي كل سنة تصرف اكتر من مدخولها بين الخمسة وعشة مليار دولار ما فينا بقى نتصرف هالطريقة برجع بقليك بدأ ننجع الوراء هذا الصرف وقف يعني الدولة اليوم تحديدا سلطة السياسية انه بتقول انا موازنتي ما عاد فيها صرف ما عاد فيها اجور ما عاد فيها زودات ما عاد فيها حتى اي انفاق خارج قديش من زينت عندي 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 نفوت عليهم بس خلينا نحكيك شوية بالمزيدة الدولة اليوم الدولة بتصرف تقريبا بعدها لليوم 17 مليار دولار اوكي هلا اذا ما بقى تدفع اليورو بونز نزلت هو اللي من قصة 5 مليار نزلت 12 مليار قديش ما تقول الدولة هالسنة طيب بس ما هذه السنة الكل اللي بيعرف انه ما في ما تقول اليوم غير من البنزين عظيم اذا ما تقول الدولة هالسنة شي 5-6 مليار وانت بدك عم تصرف 12 ما عاد انت عندك بعد فتة بالجورة 6 مليار هالسنة وسنت شرحه وسنت البعض شرحه ما عاد ما طلعنا من الجورة بعدنا بعد ما في خطة ما الكل اللي عارف انه نحن وقع الانهيار بس كمان كيفية لتطلع من الانهيار بده وقت يعني هيدا اللي هن عم بيقلوه بهيدا الوقت قديه بتخفف من انه العجز الموجود فالدولة شو هو عندك انت اجور وكهرباء ودين العام هن بس اجور هولي بقعوا يمدفعوهون الكهرباء بعدنا عم يدفع 2 مليار بعد ما عم مشير الكهرباء بس كمان البعض يحكي بتصفير الدين العام ليه شي كتير اساسي هيدا هيدا بدنا نصله طالما ما صفرنا الدين العام ما عملنا شي فازا ما نصله هيدا من الرايحين اللي قالوهن هيدا اللي لازم يعمل ليش لتلك خطة جريئة بس مش كفاية نحنا لازم نصفر الدين العام كله سوا هن عم نصفروا شقفة منه تطلع برأس البنوك اللي هي مصريات المودعين لا ما هذا خير نصله نفصل على بعضهم الدين هو ورق مصريات الناس يمصريه حقيقه بدنا نفصل للمشكل الثاني هيدا يقول لي كي من الاول المشكلة الاساسية بلازار انه خلطه لتنان مع بعضهم بدنا بليز نفصل لهم عن بعضهم بقى نفهم انه مصريات الناس شي وكيف نرجع للمسيارتهم شي ونخلص ما دين العام شي تاني ما بقى نخلقتهم ببقى بقى بليز ما في حدا يقل لكkam اخ سقط الهركت شو ما عينت اصقب الهركت اليوم ما بقى فيه مصاري بالسوق اليوم الناس من مص مختفيين مئة وخمسة عشرين مليار دولار من ميسيات الناس مختفيين انصرفوا طيب شو بنعمل بس بنصلي شو بنعمل خلاش خلاش نصع الخطة بس اول شغل هون بدي لاحظ عليها اول ربريك بالاربعتاش ان هن الديبوزيت تحت ثلاثة مليار ثلاثة الاف دولار فيهم بس بالدولارات ثلاثمائة مليون دولار بالدولار طيب انه هول مثلا لم نتفعله للناس ليش احنا بلشنا بالعرار طيب عصف لنقفو نحظة بس ما هو صدر هيدا التعميم على ثلاثة الاف دولار ليش ما يدفعوه بالدولار انت بعد معا اتنين وعشرين مليار دولار وهو ليست ستين بالمئة من الشعب ما فينا نحل عنهم بقى ان يدفعوه اليوم بالدولار ليش هم يدفعوه بالدولار هو بس عملها هاي من جمعتين طيب ليه بدو يدفعوه بالدولار انا عرفت ان يحصل الى هون اليوم بلش بالأفرة اتنين وخمسة عشر اللي ايدي حدفعوه بالدولار لا بس شكه ردوانه يلقهم بالدولار اذا اقدر هيدا اللي حسابات يعطيونيها بالدولار على سعر السوق طالما انه انت ما بتحوله بره اوصلا عملت البرزدنت بالصغار وغطى وراهنه انا عم اعمل شي منيح لا ما عم اعمل شي منيح عم يتغطى وراهن الناس الاصغار انه قول يolla ياها عطيونهم سعياتون لا عطيونه بالدولار معاك يون اعطيوني شو الجدوى اليوم انا عطيوني انا عطيونيهم لأنه وصل لليوم لأنه مرأ هذيك مرأ هذي اليوم الأرار طبعا باريح ما كان مرأ ما قاله جدوى اقتصادية أنه ينعطوا العالم مياههم بالدولار هلا يعني هذي ما قاله جدوى انعكاس اقتصادي على السوق أنك تعطيهم بالدولار غير أنه الجدوى الطبعه أنه أنت اليوم عملت برسيدن تيعمل اللي عملهم باريح الأرار طبعا باريح قالك أنا مش بس لثلاث تلاف كلهم يحملهم بالليرة لأنه عمل البرسيدن بسموه من جماعتين وانا للصغار بس بلش هيك عارف نحن وصل لهم وهذا الوصل اللي هون وصلت للخمس تلاف بالصيف والعشرين ألف سن تجي هذا الطريق ما فينا ننزل فيه ما فينا نبلش فيها هالطريق لأنه غلط بغلط وهذا الترقيع نسبيل بعد مراهن ربما على أنه ممكن يكون فيه ربما ضخ أموال ونهوض اقتصادي دعم معين مين بدي أعطيك المساري وبالآخر أنت بأزمة وعندك هيدا الاحتياط الموجود هنشك التاني بلازار أنه هن حطين كل خطتهم أنه يجينا مساري من بره قالوا لنا الـ IMF قالوا لنا سادر قالوا لنا الأوروبية قالوا لنا الـ World Bank قالوا لنا كلهم ما حنعطيكم فرانك طالما ما عملتوا الإجراءات الداخلية اللازمة ما حنعطيكم فرانك استقليات القطاء شفافية بالتعامل المساري المنهوبة ونية كله هيدا بقى ما نعمل منه شيء خلاص بقى نحلم أنه يجينا مساري من بره ما حيجينا الفرانك من بره طالما ما عملنا الخطة الداخلية لازم نعملها ما حيجينا مساري من بره هيدا أحلام أوكي نحنا اللي ما فينا نطلع من الأزمة اللي في حمل فيها لأنه عم نحلم يجينا مساري من بره بس ما تمين اليوم لما أنت توقع لما بالآخر فيه موروث ورثوه هذه السلطة اليوم ورثة الإفلاس أنا ما عم حط لوم لا بس كيف بدك تطلع يعني الكل مدرك بأنه الوضع صعب الكل مدرك بأنه بس بدك تطلع من هيك شي يعني مثلا اليوم بيقلولك إذا بأميركا عم ينطبع دولارات أنه بلبنان بدك تطبع لبناني بالآخر فيه واقعة وقعت كيف بدنا نقطعها وفيه مرحلة صعبة ما حد عم بيقول منا صعبة يعني فيك تطبع لبناني لما عم لبناني بتطبع تعطيل لبناني اللي معه دولار طيب بس أنت اليوم ليه بدك تطبع دولار ليه إذا هو بلبنان إذا هو بلبنان وإنت عم تمنع التحويلات إلى الخارج أو عم توقف النسيف ما تحمل اللي حط نسياته بالبنك مشكة الدولة مشكة الدولة هي صبابتها ووصلتنا لهون بس في مشكلة وقعت لا 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 ما أعتزل اللي بعد عم بيقول فيه خبراء مليكين حضرتك كمان اللي حترام دائرون كلهم